إذن ستنا نفيصة رضي الله عنها وأرضاها تفتح أبوابها مرة أخرى أمام المصريين أمام المصلين لاستقبالهم في المسجد بعد رفع كفاءته وبعد ترميمه بعد توقف دام لمدة عام تقريبا يمكن العام ده كان في استقبال المصلين لكن خلال التلات أشهر الأخارة كان المسجد مغلق لإعادة أو وضع اللمسات النهائية لهذا الافتتاح اللي تابعناه النهاردة وتابعنا منذ قليل كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء افتتاح المسجد بعد تطويره وبعد يعني وضعه به الشكل الذي يليق بمكانته في قلوب كل المصلين لأن احنا عارفين أن مسجد السيدة نفيصة راضي الله عنها وأرضاها هو مسجد يذهب له الجميع للبحث عن الطمأنينة للبحث عن الراحة والبحث أيضا عن الدعاء المستجاب كيف تقوم مصر وكيف ينظر أيضا المحللين وينظروا الكتاب لخطة الدولة التي تقوم بها لإعادة إحياء التراث وإحياء القاهرة التاريخية وهو ما تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته خلونا نعرف ده من ضفنا العزيز اللي منورنا الأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على السيدة المشاهدة يعني أعتقد خبر مفرح استيقظنا عليه النهاردة الصبح وهو إعادة افتتاح مسجد السيدة نفيصة رضي الله عنها وأرضاها ورئيس عبدالفتاح السيسي تحدث أن ده جزء من كل في الاهتمام بآل البيت تحديدا ورفع كفاءة هذه المساجد وإعادتها للمكانة التي طليق بها وطليق بمكاناتها في قلوب المصريين هو طبعا يعني ده في إطار خطة الدولة لأحياء القاهرة التاريخية مرة أخرى نحن عارفين أن مصر بها عدد كبير من أضرحة آل البيت والأضرحة التاريخية كانت للأسف شديد لسنوات طويلة كانت مهملة هذه الأضرحة رغم أنها يعني فيها زيارات كتير وأغلب المواطنين والعديد من حتى بيجوا من برع عشان يزوروا هذه الأضرحة فما كان فيه اهتمام كبير لكن كان فيه خطة واستراتيجية واضحة للاهتمام بآل البيت وشفنا قبل كده في السيدنا الحسين وتم افتتاحه وأيضا اليوم في السيدة نفيسة وسيدة زينب أيضا بيتم تطويره والعديد من الأضرحة التاريخية ومن آل البيت قصيصا والاهتمام بيها بشكل كبير لعادة إحياء القاهرة التاريخية مصر تمتلك العديد من الأضرحة مصر تمتلك القاهرة التاريخية دي زي ما قال سيادة الرئيس النهاردة مجرى العيون منطقة مجرى العيون تم تطويرها لأن للأسف شديد كانت كانت مهملة وتحولت إلى عشوائيات عشوائيات كبيرة جدا أثرت بشكل كبير على المشهد الحضاري مش للمنطقة نفسها للدولة المصرية ككل لأن دي منطقة تاريخية يجب الاهتمام بيها بشكل كبير لأنها جاذبة للسياحة جاذبة للإستثمار جاذبة لحاجات كتير جدا فكانت كل هذه الأماكن مهملة لكن في الوقت الحالي في ضمن استراتيجية الدولة التطوير والتحديث والتنمية الشاملة اللي بتتم كان لابد الاهتمام أيضا بالقاهرة التاريخية لابد من الاهتمام بالأضرحة لابد من الاهتمام بالأماكن المواطنة المصر بيروح فيها بيحس براحة نفسية كبيرة زي ما حضرتك قلت وخاصة فيها عند السيدة نفيسة نعم السيدة جميل يمكن السيدة الرئيسة عبدالفتح السيسي في الكلمة التي تحدث فيها صباح اليوم وجهها رسالة شكر وتقدير وعرفان لرئيس طائفة البهرة تحديدا السلطان مفضل صيف دين رئيس طائفة البهرة الهندية للجهود المبزولة سواء كانت فيه ترميم أو تجديد يعني مساجد الالبيت شايف الرسالة دي تحديدا بتعكس ايه؟ هي بتعكس طبعا الرئيس دايما بيعيد الفضل الى اصحابه فمن المعروف طبعا من طائفة البهرة كان لها دور كبير جدا فيه ترميم اضرحة اهل البيت في مصر ومبارح الرئيس قلد رئيس طائفة البهرة قلادة ميل ودي اعلى قلادة في الدولة المصرية نظير ما قدمه وما تقدمه طائفة البهرة للدولة المصرية ولا قال البيت خاصة ان هم مهتمين بالتطوير واعادة ترميم هذه الاضرحة طبعا ده زي ما بقول لحضرتك الرئيس يعيد الفضل دائما لاصحابه تقدير من الدولة المصرية ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل من يقدم للدولة المصرية ومعروف طبعا من طائفة البهرة منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي وهم بيعملوا وبيسعوا جاهدين الى تطوير الاضرحة وتطوير اضرحة البيت والعمل يعني هم مهتمين بحالة التنمية الشاملة لداخل الدولة المصرية ومبارح اشاد ايضا رئيس الطائفة بالتنمية الشاملة داخل الدولة المصرية وبالفعل في العديد من ابناء طائفة البهرة متواجدين في مصر وبيراقوا استحسان كبير بين المواطنين المصريين في الحقيقة يعني احنا هذه الفقرة دائما ما تكون مخصصة في صباح الخير يا مصر وهي فقرة تحليلية لاهم الاحداث المتواجدة على الساحة المحلية تحديدا والاقليمية ايضا لكن زي ما احنا عارفين بطبيعة الاخبار وحضرتك استاذنا وعارف ده ما ينفعش احيانا فيه خبر بيضغى على الخبر الاخر والخبر اللي تصدر يعني كل مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد الاعلان او الكشف عن الوجه الجديد لمسجد سيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاء يمكن كان هو محل استحواز وقراءة ومتابعة وتداول ايضا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي